اهلا بكم معا لرفع التحدي شعار الندوة الوطنية للعنعاش الصناعي التي اشرف على انطلاق اشغالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصر الأمام فبعد استكمال البناء المؤسستي يأتي البناء الاقتصادي الذي يبدأ من البناء الصناعي هو التشخيص الذي خلصت اليه المجموعة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي لن يكون الا من خلال تطهير مخلفات الفساد والكف عن هدر المال العام ومكافحة البيروقراطية كما جاء في كلمة الافتتاحية للسيد رايس النشطاء علقوا بقوة على هذا الموضوع واتفقوا على ان البيروقراطية ورم خبيث ويرث يكبح مسار التطور والازدهار نقرأ غلام مثلا قال الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أسس سليمة ودراسة عميقة وفهم المشكلة الاقتصادية مع تركيبة المجتمع والفكر الاستثماري للمجتمع للانتلاقة فيه وفق استراتيجية محكمة الأهداف بناني السعد قال ستتلاشى البيروقراطية تدريجيا مع تعميم رقمنا وتغيير القوانين بما يتماشى معها وتفعيل الردع مثلا تصريح الرئيس باستخدام وكالة لتسيير باستحداث عفوا وكالة لتسيير العقار الصناعي يعتبر إضافة مهمة في هذا الاتجاه أنا متفاءل نسأل الله التوفيق والسداد لمخلصي هذا البلد أجمعين طاهر قال البيروقراطية هي علم التسيير ولكن لابد أن تغير من طريقتها القديمة لتتواكب والتطور الحاصل مونير والنو قال التغيير آت آت مهما قاوم أعداء النجاح ذلك وسنة 2022 ستكون الانطلاق نحو اقتصاد قوي بإذن الله كريم قال الجزائر تعاني من بعض الطفيليات بعد قطع أذرع الأخطبوط والخطاب التهديدي لرئيس الجمهورية سيجعل هؤلاء الطفيليين بين خيار الاستسلام أو إجبارية العقاب على كل حال الجزائر ستصل لأهدافها رغم كيد الكائدين يقول كريم عاشت الجزائر الأبية اختارت وكالة ريترز للأخبار صورة القاصر المغربي أشرف وهو يسبح مستعملا قارورات بلاستيكية تحت قميصه ليطفوه الصورة تعود إلى ما يلمضي حين فتحت السلطات المغربية الحدود مع إسبانيا أمام ألف المهاجرين كورقة ضغط في سياستها مع مدريد كمن يستعمل الدروع البشرية في الحرب حقيقة وما الفرق وقالت ريترز إن أشرف لم يريد العودة إلى الوراء لم تكن لديه عائلة في المغرب لم يهتم أن يموت من البرد لقد فضل الموت على أن يعود أدراجه ويواصل النشطاء نقل احتجاجاته ومطالب الشعب المغربي المقهور كبديل عن الإعلام المحلي والعالمي الذي بدأ غير مهتم بالشعب المغربي ونقرأ مثلا بلال قال الشعب يريد إسقاط نظام المخزن خيانة التطبيع لن تمر مرور الكرام سيف كتب الشعب المغربي استيقظ من نومه ولم يعد ينفع معه سحر الكابولا خروج مسيرة شعبية في عدة مدن مغربية ضد فساد العائلة الفاسدة خادمة الصهيون والمصون صاحب الجلالة هو الله تعالى وهو الهاشتاق الذي رفعه المغاربة في مظاهراتهم تقريبا كلها ضمن منتخب الوطني عفوا مكانه في الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب أمام نظره اللبناني الذي ظهر بمستوى قوي منع شبال بوغر من التسجيل حتى الشوت الثاني أهداف المباراة كانت من توقيع يسين إبراهيمي وطيب مزياني في حين تويج إبراهيمي رجل المباراة أما صورة المباراة فقد صنعها مشجع جزائري هذا ذرف الدموع فور الانتهاء من آداء النشيد الوطني وقد تم تداوله من قبل الرواد بقوة وخطف الحدث حتى من المباراة نفسها شام الجزائرية كتبت أصدق دمعة هي دموع الرجال هذا النشط العربي محيا الحمران قال شاهدت قبل قليل الجماهير تنشد السلام الجزائري بينهم شيخ كبير ينشد النشيدة ويبكي كما احترم كل وطني يحب وطنه ويضعه في المقدمة ولو أن كل الشعوب كانت بهذا الشكل ما استطاع المحرضون والجماعات المتطرفة من النيل من أمنهم واستقرارهم ولما رأينا الربيع العبري ريمة قالت حب الوطني لم يكن يوما ادعاء كاذبا إنه فطرة سوية إنه تاريخ كامل الملامح دموع الوطن عبدالله الفائد ناشط عربي آخر قال في مباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب جذبني آداء لعبي منتخب الجزائر وحماسهم لأبحث عن كلمات النشيد الذي جسد ثورتهم المجيدة ضد المستعمر الفرنسي ونشر هنا نشيدنا الوطني كاملا ينظم التلفزيون الجزائري يوما وطنيا تحسيسيا حول أهمية التلقيح واتخاذ الإجراءات الوقائية بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد وتحت شعار بالتلقيح تستمر الحياة كيف التلفزيون الجزائري برامجه لتتماشى مع الحدث إذ دعا المختصون والأطباء المواطنين الالتفاف من أجل مواجهة هذا الدار ونقرأ منذ من المتفاعلين مع هذا اليوم المفتوح هذا الناشط كتب درهم وقايا خير من قنطار علاج صلاح قال في تقديري المتواضع كل من يرفض تلقي التلقيح ضد كورونا هو خطر ومصدر أذى على الآخرين لذلك يجب تحكيم العقل والذهاب للتلقيح جلالي بن بوزيان قال أوميكرون طفرة جديدة معقدة وبدأت في الانتشار في العالم ولازم اليقظة ما دمنا في هذا العدد الضعيف حاليا حمدا لله ولكن الأمر مش سهل فعليكم بالتطعيم يا ناس كان هذا إذن آخر خبر في عدد اليوم من الإخبارية رندي وقبل أن نفترق لا تنسوا أن تأخذوا جرعات التلقيح اللازمة وأنه أنتم من يصنعوا محتوى هذا البرنامج لتستمر الحياة صلاة ترجمة نانسي قنقر